فالحديث ده بيوضح لنا أن الشرع الشريف أقر ووضع بعض الإجراءات الاستثنائية اللي أخبر بها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات اشتداد الحر وده طبعا مرعاة لمصلح الناس واحتياجاتهم وتوصيد رسالة لهم أن الله سبحانه وتعالى ليس غافلا عما تعانوه من شدة الحر يبقى إيه اللي حاصل؟ لما الحر يشتد إيه اللي حاصل؟ نحاول نتجاوز هذا الحر بأن احنا نعمل إيه؟ فنعمل زي ما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أمرنا بإيه؟ بالإبراد فييجي هنا حضرة النبي نتجاوز فكرة مجرد الشعور بالناس إلى فكرة استثمار الأحوال باللي يفدنا في حياتنا الدنيا وفي أخرانا عشان كده عن الله أول حاجة جات في الحديث اللي معانا النهاردة الإجراءات الاستثنائية نظرا لانتفاع درجات الحرارة وهي مسألة الإبراد بصلاة الظهر والإبراد معناه تأخير الصلاة عن أول وقتها أنتوا طبعا عارفين أن صلاة الظهر بتجب ماذا؟ بالزوال الزوال يعني أدي 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 الشمس في كبد الإيه؟ في كبد الإيه؟ السماء لما تزول يدخل وقت الظهر بس إحنا دلوقتي بنقول إن الشمس فوق دماغنا في إيه اللي حاصل؟ فلو روحنا صلينا في الأماكن الأماكن نزلنا وإحنا ماشيين للصلاة وإحنا راحين نصلي في إيه اللي حاصل؟ هنصلي في وقت شديد الحرار فيبقى بنبرد ليه؟ حتى تنكسر شدة الحر ويبقى فيه ضل فيمشي الناس للمساجد في الضل لأنه ممكن يلمشي في الشمس وشدة الحر ويصيب الناس بإيه؟ يصيبهم بحمة أو ضربة شمس والشرع دايما معلمنا إن القاعدة الرئيسة المستنبطة من الحفاظ على المقاصد الخمسة هي ضرق المفاسد المقدمة على جلب المصالح ومع أن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إلا إنه رخص لنا تأخير الصلاة لشدة الحر فإنه يحصل؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول سيدنا مذر إنهما كانوا أحدث النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤزن أن يؤزن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤزن فقال له أبرد حتى رأينا فيئة الإيه؟ رأينا الفئ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة يعني إيه اللي حاصل؟ كثير من الناس بيقولوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أذن في الظهر قالوا إن دوت ما كانش دخول الوقت ولكن كان إقامة الصلاة وبعدهم قال لا ده الأذان نفسه لأن الأذان إعلام بالصلاة بس هو الراجح إن ده كان في إقامة الصلاة لماذا؟ لأنه قال له أبرد أبرد يعني خل الناس لما تقوم للصلاة تقوم للصلاة في وقت فيه انكسار لشدة الحرارة تاني حاجة جات في الحديث بقى بتعلمنا إن شدة الحر ديت الله سبحانه وتعالى أرسلها إلينا لتذكرنا بالله ولذلك إلا حاصل فنستثمر ده في الاستعاذة من حر جهنم فإذا بقى حر الشمس محفز للذكر وده من صفات عبد الرحمن اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في سورة الفرقان في قولي تعالى إيه اللي حاصل؟ لما بيحصل لهم الأزمات وبيحصل لهم الشدة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة فهم أول ما يحسوا بعذاب جهنم بيحصل لهم إيه؟ يحصل لهم ده فيسأل الله سبحانه وتعالى إنه يصرف عنهم عذاب جهنم ليه بيسأل الله سبحانه وتعالى يصرف عنهم عذاب جهنم؟ لأن في الحقيقة هذا المكان هو مكان الحجب مكان الحجب عن الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لم يحجوبون فهو عايز يغرب من إنه يبقى محكوب عن الله فهو مش عايز يبقى في مكان الجحيم الذي التهب بالبعد عن الله وعشان كده في أحد الحديث وإن كان هذا الحديث ضعيف لكن يبين لنا بعض الطرق التعامل مع أيام شدة الحر إن طريقة الاستعاذة من أيام شديدة الحر فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم حار فقال الرجل لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم اللهم أجرني من حر جهنم قال الله عز وجل لجهنم إن عبدا من عبادي استجار بي من حرك فإني أشهدك أني قد أجرته يا رب أجرنا من الحر يا رب العالمين أجرنا من حر جهنم ويمكن علشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم يعني خدوا عبرة عندما يشتد الحر ولا تتحملوا واسألوا الله سبحانه وتعالى إن ينجيكم من حر جهنم والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بأصحابه في غزو التبوك كان في حر شديد متخلف المنافقون لدرجة بعضهم قالوا لا تنفروا في الحر فرد القرآن عليهم فرد القرآن عليهم بإيه؟ قل نار جهنم أشد حر وطبعا وإحنا بنستعيذ بالله سبحانه وتعالى من حر جهنم بنتحقق بقضية الاتزان اللي هي بنعرفها في نظرية الطائر المعروفة الطائر اللي هو جناحان أحدهم الخوف والرجاء وإحنا في أول شرحنا لهذا الحديث قلنا إن النفسين النفس بتاع الشتاء يفكرنا بفضل الله سبحانه وتعالى بإنهم اشتركنا للزمهرية وإن الحر في الصيف يفكرنا بإن الله سبحانه وتعالى له جلال فإن لي يحصل؟ فنحتمي برحمته من غضبه ومن عذابه وعارفين إحنا الطائر جناحه الرجاء وجناحه الثاني الخوف ورأسه المحب وعشان كده من العبادات المهمة في الأيام الحرة عبادة مهمة جدا جدا زي عبادة سقي الماء لما الواحد في الحر يخفف على الناس ويسقيهم فكلما استطعت أن أنت تسقي الناس كلما استطعت أن تفعل ده كلما كان ذلك سببا من أسباب تخفيف كل لهيب في الدنيا والآخرة عنك ليه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟